تحياتي للجميع بدون استثناء اخوتي دعمكم مهم بالنسبة لي كنتم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس بشكل جديد وبطبيعة الحال لا تنسوني من التعليق اخوتي تزيد قناتكم حكاية ريمة المغربية اخوتي اليوم نعود لكم واحد القصة يعني ضروري شي واحد دازت عليه شي حاجة ولا شي حالة لخلعاته وبقت محفورة في الذاكرة دياله لهذا ستسمع القصة وفي نفس الوقت ستحكيولي في التعليق كيف حال هذه كيف حال القصة ديالنا نيادا نيادا نسمع القصة اخوتي اخوتي نحاول لكم هذه القصة اللي وقعت لي من زمان من اللي كنت باقة صغيرة كنت كالعمة بن زجرانه ونسمع صوت ديال ماماها كتغوت بالشوت ايوه ومشينا نجرب لكي نشوفوا ماهو كاين وكان ذاك الغوات ماجي من البيت اخوتيها الكبيرة بالضبط صافي اخوتينا ونجرانه ودخلنا نيشان البيت وشنو في بالكم عادي نجبر واش عان قولكم واحد الحاجة اللي عمرني ما شفتها وعمري ما عان قدر ننساها وخدوا السينين وليا كان اخوتيها في عمره 18 عام وكانوا يقولون بالمضروبة ماشي ضربينها يعني اذا يعطيناها الدقل لا يعني مسكونة فيها جنن وهذا النهار جابوا الراقي باش يرقيها ويخرج منها جنن هي هذه اخوتي خرجونا من البيت بدينا نطلع من العيننا ديال الباب حتى بقينا نشوفها كتغدر عادية ما هي اخوتي تبدل صوت ديالي ولا عندها صوت الراجل وبنيك في حي ملامح دوجها تبدلت ولا تعملك في حشي مره شرفة وانا اخوتي غير مشلوطة وكان شوف كان شوف دك الشي جاني غريب شوية بدت تتهز وقدت تحرق بوحد طريقة عنيثة تطلع وتهود وهي تدفع صهوة وحد الدفعة جابت اخوتي مقردع وناضت من فراشة ووقفت في النصد البيت وبدأت تطلع في جسمها وكتمل مرة القدام مرة النور وانا اخوتي تقلبت النور وانا اخوتي تقرطت تقرطت وانا اجريت بوحدة وراسة وقلبتهم مرة عليني حاضر الارض مهم واحد الخلعة لا تصوروش اخوتي انا كامل اخوتي وابلما تحرك الرجلة تقول رجلة لاسقين في الارض هي هذه تقرطت هذه الدكوية تغويت بصوت رجولي وانا اقول لكم صوت راجل وخايب وكي يخلع ماذا اخوتي تقرطوا عليها ويقرطوا عليها قتلهم ما عقل على والو يعني ما عقلت على حتى حاجة وقتلهم ما عارفة حتى حاجة من ما يقولوا له وما حستت بوالو ولكن اخوتي كانت اكبر خلعة عشت في حياتي عمري مامشي نطلل على شي واحد ضب الراسو اللي بغى يغوت يغوت ايوه كانت هدية قصتي وردوا بلكم من البلوة عمركم متطلوا باي ومع السلامة الى قصة اخرين شاء الله اشتركوا في القناة